اشتركوا في القناة مسجد الحسن الثاني بالمدينة صباح جديد فزر جديد يوم جديد الثاني عصر من شهر شعبان لسنة 1444 هزرية الموافق بالخامس من مارس من سنة 2023 ميلادية صباحكم سعيد بكل خير مشاهدين اوفياء تقبل الله صلاتكم وصيامكم بمزيد من الاجر والتواب هذه هي الاجواء هنا امام مسجد الحسن الثاني بالمدينة الدار البيضاء هدوء جميل جدا امواج اربح صباح الخير اخي مصطفى الليوي تحياتي لك اخي الكريم صباح سعيد صباح سعيد ان هذه هي الاجواء هنا امام مسجد الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء تعمدنا اليوم ان نبدأ قبل ادان صلاة الفجر بدقائق لاستغلال الفرصة للحديث اكتر مع مشاهدين وفي مشاهدين شوف تيفي انه في اغلب الاحيان الوقت لا يسع للحديث مع الاحبة والمشاهدين صباح الخير صاري صباح الخير بارك الله فيك اختي العزيزة محمد ابو نانا ابو نعنا عليكم السلام اخي محمد كيف الحال اخي الكريم لنا ننقل لكم الاجواء اجواء ما قبل صلاة الفجر و ادان صلاة الفجر مؤدنا ب اليوم الثاني عصر من شعبان من سنة 1440 هجرية عليكم السلام اخي عبد الرحمن افول عليكم السلام اخي الكريم صباح سعيد للجميع جنادية الاجواء هنا امام المعلمة التاريخية لمسجد الحسن الثاني طيب الله ترى معلمة التي يفتخر بها المغاربة عامة والبيضويون وسكية تراب عمالة مقاطعة الضار البيضاء انفا خاصة من اجواء رائعة اجواء جميلة الحضارة الترات والأصالة والأصالة و كذلك مواكبة العصر المعاصرة المزيج بين الأحياء الشعبية عبدالله مليكة عليكم السلام عليكم السلام أختي صديقة صديقة وفية هذا الصباح صديقة وفية أختي مليكة عليكم السلام أختي تحياليك وتحيال كل أهل وأشقاء في هولندا لأن كنت أقول بأنه مزيج من الترات الشعبي وكذلك المعاصرة لونان يتناغمان هنا أمام هذه المعلمة التاريخية مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء لأن كما قلت أقول واحد نستغل هذه المناسبة لنجعل مشاهدين أخياء وخصوصا المغاربة خارج أرض الوطن وكذلك لا ننسى المغاربة الذين يعيشون بمدن أخرى ولم تتح لهم الفرصة لزيارة مدينة الدار البيضاء ورؤية هذه المعلمة التاريخية مسجد الحسن الثاني أمولي مبارك أصبحنا وأصبح مملكي لأخي الكريم تحياتي أخي الكريم صباحك سعيد لأن كنت أقول نستغل لها فرصة قبل أدان الفجر لمشاركة هذه الصورة الفنية سبحان الله صورة فنية جميلة جدا هذه الصورة كنت أعجبني جدا كنت تستهويني كنت تأخذني كنبغي دائما أنني نشركها مع الأحبة والأعزاء صباح الخير صباح الخير جاسمين صباح الخير أخت جاسمين نور أنبار صباح الخير صباح الخير صباحكم سعيد لأن لاحظوا هذه الصورة الجميلة صباح الخير على الجميع في العالم الإسلامي العام تحياتي عبيد ليسام لأن كنت أقول تتم لأن هذه الصورة لاحظوا جمالية البحر كذلك هذه المعلمة والهندسة المعمارية لهذا المنطقة الساحلية من مغربنا الحبيب وأتمنى أن أنقذ لكم الصورة بكل مهنية واحترافية إذن أعود بكم مشاهدنا إلى المعلمة التاريخ يلاحظوا هذه الجمالية ما شاء الله ما شاء الله اللهم أمين عماد أهموس تحياتي أن تمنى لك الشفاء دعوة دعوة الأخ دي أن عماد الأم دياله في هذا الفجر هذا اللهم شفي الشفاء لا يغادل سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أن تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادل سقما لأم أخينا عماد تحياتي أخي عماد وكنت منه الشفاء مرة أخرى دعوه مع الأخ عماد ما الأم دياله إذن الأخ يوسف أسد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبداللطيف عطى الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي كريم إذن أعود بكم مرة أخرى لهذه الصورة وهذه الهندسة وهذه العبقرية التي جادت بها قرية حتى الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله وشراه صراحة هذه البصمة لقد فخر لكل العرب والمغاربة أخي عماد الله الله أم أخي دينا عماد مريضة مرض سرطان أتمنى من كل من يشاهدون الآن الدعاء لأم أخينا عماد أهموس اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين تسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأسلت به في علم الغيب عندك أن تشفي أم أخينا عماد يا رب العالمين فهذا الصباح هذا إذن كنت أقول نقترب الآن من أدان صلاة الفجر مؤدنا بإذن فجر جديد يوم جديد من أيام شعبان لسنة ألف واربعم أقوى أربعة واربعون هجرية تقبل الله صلاتكم وصيامكم بمزيد من الأجر والثواب باير إبراهيم تحياتي أخي ونحن كذلك أخي كريم نبادلك نفس الشعور ونفس المورود أخي الكريم صباح سعيد اللهم أمين الأخت سارة كذلك تقوم بالدعاء لأم أخينا عماد حجامة البيضاء الله أكبر الله أكبر وكبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيل عليكم السلام الأخت الزهرة أمرهال عليكم السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوت إلا بالله لعلي العظيم ولا حول ولا قوت إلا بالله لعلي العظيم ولا حول ولا قوت إلا بالله لعلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الصلاة خير من النوم صدق الله وصدق رسوله الصلاة خير من النوم صدق الله وصدق رسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا وسيلة والفضيلة وابعته اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد تقبل الله صلاتكم وصيامكم بمزيد من الأجر والثواب وأعتذر وأعتذر لكل مشاهدين الأفيا الذين قاموا بالتعليق قبل قليل بطبعة حال الكل يعلم بأنه إجابة الأدان واجبة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤدن يؤدن فقولوا كما يقول حتى الحياة الصلاة كنقول لا حول ولا قوت إلا بالله العظيم ثم بعد الأدان هذه هي الدعاء الذي يقال بعد الأدان كنتم من الله يتقبل مننا جميعا رايان بويكا أخويا العزيز ورغم أنه سؤال يعني من طبيع الفطر الفطر أخي العزيز أكيد أخي العزيز أكيد أخي العزيز كنت طلبه الله يتقبل منه ومن الجمع أخي الكريم أكيد أخيكم نتطلبه الله يتقبل رغم إنسان وخيص الله وخيص دير لي دار يعني يعني اخوالي العزيز الإنسان ما ككفيش أنه يأتي بصلاة وصيام وقيام بالعكس دائما الإنسان كيتمنى الرحمة لله عز وجل دائما رحمة لله عز وجل اللهم مغفلتك أوسع عندنا من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تجعلنا من الخاسرين يا رب العالمين إذن تحياتي لك أخي الكريم وشكرا لك أخي أرايان بويكا تحياتي لك أخي عزيز أخي بوشعيب نور سعيد صباح الخير أخي العزيز حميد كباش صباح الخير صباح الخير أخي العزيز عبد الله صباح الخير أخي تقبل الله منكم ورجع اللهم أمين رايان بويكا أمين أخي أمين أخي العزيز حشامة البيضاء صباحكم منور إخواني اللهم أمين إذن مشاهدين أوفياء مشاهدين شوف تيفي ما أبقى لنا أدعوكم على أمل لقاء بكم في بات مباشر آخر المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية تحياتي تحياتي لكل الغيورين وكل وطنيين وكل مدافعين عن القضية الوطنية الأولى للمغربة قضية الصحراء المغربية دعواتكم بالتوفيق إذن دعواتنا جميعا أخي الكريم ارفع الله عننا البلاء والوباء أخي الكريم أيوب زهوت تحية تحية أخي العزيز تحية أخي العزيز رايان بويكا الله يرفع لنا عليكم الله يرفع لنا وكل مسلم الله يغفر لنا وكل مسلم تحياتي أخي رايان اللهم أمين أخي سيد مومن حسامة تحية لكل ناس سيد مومن حفيد العباس يا رب أخي الكريم مصطفى قيرو صباح الخير أخي العزيز أخت زهرة أمره آمين يا رب العالمين عماد اللهم أمين أخي عماد دعواتكم لأم أخينا عماد إذن ما بقى لي إلا نودكم على أمل لقائبكم في فجر جديد ويوم جديد بحول الله غدا بحول الله أيوب زهوت بارك الله فيك أخي العزيز يوسف أسد اللهم أمين إذن كما قلت شكرا لما يقالي إلا أن أودعكم على أمل لقائبكم في بات مباشر آخر مصطفى القرناوي من هنا من أمام مسجد الحسن الثاني يحييكم أخي أيوب عليكم السلام ورحمة الله إلى اللقاء